قضايا عامة هنتكلف يهو دي مهمة جدا فضل دي في ليبيا بعد اسبوعين وده في الختام بتاع المؤتمر العلمي معي الاستاذ الدكتور رحمد عمران ده ده استاذ دكتور بيسألني في شؤون كورة القدم دي محضرة نظرية للمدربين اللي بعده انا اسناء محضرة نظرية للمدربين اللي بعده محضرة عملي في الملعب في الملعب اللي بعده ده النادي الاهل احنا هو وعم مصطفى قعده دي 71 مصطفى 72 ده في المحلة الوران الوران شريف مذكور مصطفى يونس كابتن عبدالحالسلام انا ارحمه كابتن هاني محمود عبدالحالسلام ده حاسن حمدي اللي فوق كابتن حاسن مين انا ايوه صح كان شعرك كبير ومحمود عبدالحالسلام وكرامي وانا وكابتن ابراهيم وكابتن زيزو لبعده يا خبره الشيخ زايد الله يرحمه ورحمة الله عليه وطيب طراء الرجل بسلمنا كاس دولة الامارات العربية المتحدة سنة خمسة وسبعين اللي بعده في لقاء ودي في الاكاديمية البحرية في اسكندرية لما كان مسك الاتحاد كان اللي كنت مسك الاتحاد وقابلناه انا والخطيب في هزا عمل طفرة كبيرة اه بس عايزة كلا اللي بعده ده انا انا وانا بالعب في نادي الاهل دبي واحنا لما عفوزنا اه بالتلت بطولات اربعة وسبعين خمسة وسبعين ودول زميلنا كلهم وده التاني واحد من تحت كابتن احمد عيسى ايوا اه اللي بعده ده كنا باللعب القلوب في اسكندرية اعتقد في الدورات يا مصطفى بتاعت الصيف دورات صيفية اه شوف ده سكتاعدة فوق المدرق كمان شوف الناس اللي في الملعب عامل عطشانين كورة اه والله فيش كورة اللي بعده انا مع الكابتن احمد رفعت في الشرق وده خالد خالد ابن هو شوف باسم الله ما ان شاء الله خليك لنا اه انا اه اعاوز بلاه بكلمة انا انا مدرب مساعد مع كابتن شيحتة كنا عاملين معسكر في السعودية تسعة وسبعين السنة اللي اخدنا فيها الدور اللي بعده اه المتخب مصر واحنا في تركيا في ازمية دورة ازمية اه ودول المجموعة الاسماء مكتوبة يفوق وكابتن احمد مهر وكابتن هانا مصطفى وكابتن مشير عثمان ومحمد توفير ومحمد الساجر راح مطلع ليه وحسن علي وبعدين سمير مخمر اللي قاعد اول واحد الله يرحمه الله يرحمه مصطفى كابتن مساعد ربنا يديله الصحة والعافية فاروق السيد 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 ربنا يديله الصحة والعافية وفاروق جعفر وابراهيم عبدالصمد اللي بعده ده الفرق اللي خدنا بيها البطولة 79-80 اماراتها انا وكابتل شاحت الله يرحمه كنت انا مدرب معا مساعد وهو المدير الفني اللي بعده دي وانا في بوزنبيق كانوا بياخدوا بيشيدوا بفريق الاريتري وبياخدوا كلمة مني الصحافة البوزنبيقية انيس منصور مسك الالم وقاعد كده اللي بعده اه في تدريب المنتخب العسكري وكابتل الشربين هو المدرب بتاعنا الابن يدينه الصحة والعافية اللي بعده انا مع المنتخب الاريتري ده في اسمارة وده الاستاند اسمارة فوق اهو والكابن اسمارة اه وده كان اه قبل الماتش بتاع بتاع الكاميرو الكاميرو الماتش اللي حصل فيه ضرورة السفر سفر اللي بعده ده النادي الاهلي ده كان الكابتن عدل الجمال كابتن هاني والدكتور سمير حسن ومشير واحمد ماهر والله ارحمه صفط كابتن حسن حمدي ومحمود ابحي وانور سلامة وبريب عبد الصمد وبريب عبد الصمد وكابتن حزم حزم كرم الله يرحمه الله يرحمه يحسيني اللي بعده ده النادي الاهلي في دبي برضو في أسلال البطولات اللي بعده دي أنا تدريب منتخب مصر كان في على ملعب النادي الاهلي اللي بعده دي برضو النادي الاهلي اه كان النادي الاهلي وكان حسن جعفر الحارس كان اعتقد ده ماتش الزمالك. كان الكابتن احمد ماهر. ايوه. شريف ومذكور ودكتور سبيل حسن. ومشير وهاني. وصلاح حسن. وصلاح حسن. ده الجنل اللي جاب بصلاح حسن. ايوه. ايوه. وكابتن حسن وكابتن شربيني وكابتن حسن جعفر وزيزو وابراهيم عبدالصامر. بالزبط. ترجعت هنا خمسين سنة وراه. اللي بعده. ده المنتخب العسكري الدولة المرات. وجاب بكابتن احمد عيسى كابتن المنتخب العسكري. ايوه. وكابتن الشربيني المدرب. وكابتن الشربيني كان مدرب. اللي بعده. انا ده احمق في ماتش والماتشات. دي فانلة النادي الاهلي. اه. مع النادي الاهلي. اللي بعده. دي فرقة النادي الاهلي اللي حصلت على ستة وسبعين سبعة وسبعين. واخد دوري وكاس. اللي بعده. ده انا في الكاميرون في يويندي. ماتش بتاع اريتريا وكاميرون في يويندي. اللي بعده? اه في الملعب. في الملعب. في الملعب. ديول الكاميرون اوامو واحنا يوين. وحنا اريتريا. مو بالدرس ولا اون من اريتريا. ده اسكنرية لما احنا كسبنا المتخب الاولمبي. وصعبنا. اطرافات مدر مصر خطط خطط وننخذناها باخلاص. اصابت جمهير وكرة مصرية بالحوز. مصابير زهر قالك الاسبوع الجاية يكون في المتخب. الله يرحمه وحسن اللي بعده? دي في مكتب في فيلا بتاعت السفير الدكتور رفعد الانصاري اللي على الجنب ساد عم حفيز. اه. وده واحد من الامن وانا. اللي بعده? دي في ليبيا في المؤتمر الختامي. اللي بعده? ده الماتشي الولمبي والزمالك في كلية الحربية. وكسبنا في اليوم ده ثلاثة واحد. كان هولمن مدرب آآ ناد الزمالك في. ايو ايو. اللي بعده? برضو بالمناسبة اللي احرز الهدف الثالث آآ مصطفى مشير عثمان. ابنك. ايو. دي الصورة دي ايه? دي احنا مع الشيخ محمد بالراشد حاكم دبي. وزير الدفاع. وده احنا المنتخب العسكري قبل من سافر البطولة. حلو ازي. ايو. اللي بعده? آآ حصولنا على الكاس. اللي بعده? آآ الدوري والكاس والتلات كوء الكاسين والدوري. اللي بعده? في الامارات. دي لما كنت مع طانطة وآآ عملنا نتاجي اللي قلت حضرتك عليها. ايو ايو ايو. اللي بعده? زمالك في فقر? آآ كنا في آآ عندنا في اسوان وطلع نتيجة سفر سفر كان كابتن بورجيلا مدرب الزمالك. وهنا يا كان ادري عثمان. ده اللي الله يرحمه المحافظ ادري عثمان. لك هزي النتيجة انزار لكل الفرق الكبرى. يسر لنا كل الامور يا كابتن مصطفى. طيران مبنى النادي ما بيدفعش حاجة. الاقامة في دور دور العسكرية في مصر. اوتوبيز بيستنانة في المطار العسكري. حاجة حاجة عزمة يعني. ما شاء الله. سوان تستاهل والله. اه والله. اللي بعده? ده. هدف مشير اللي هو مصطفى مشير. مصطفى مشير. الزمالك. ربنا خليه لك هنجيبه دلوقت. اللي بعده? انا في معسكر في انجلترا مع اهلي دبي. اللي بعده? آآ كنت ماسك الاقلومبي وجيتها ربزيت عمل زيارة. وده سيادة الفريق اول اه احمد صابر. ايوا. قاعد قوات البحرية صابقا. ورئيس نادي الاقلومبي. اللي بعده? انتخب مصر في ضوط العاب واحد متوسط في ازمير بتركيا واحد السبعين والتي تحتل فيها المركز الرابع. اه. اللي بعده? المؤتمر العلمي في ليبي. اللي بعده? دي اه اه انا في اريتريا بعد ما كسبنا مصر وعودنا الى هناك. الى اريتريا. اه اريتريا اريتريا الحديثة. الحديثة. اه. دي في اه. في ليبيا. اه دي في اه. في المؤتمر اخران التعليم. لا لا دي اه في نادي الخليج وده العلم بتاعهم. اه. في الامارات. اللي بعده? دي برضه في اثناء التدريبات. حلوة تشيرتي ده. اللي بعده? دي في اه في منزل سعاد سفير اه الدكتور رفحة الانصاري في اريتريا. وده الاداري. عارفوا. اه. دي اللعيبة في الوقت ده بتوى المنتخب الامري. ان شاء الله. طيب. احنا كده هنبدأ نخش بقى في القضايا العامة عوزينها بسرعة. رب. تفضل. ووصفك انك متخصص في التدريب ومحاضر دولي. شايف الكرة مصرية فيها. او مستوى المدربين في مصر. مستوى المدربين في مصر عايزين اه باستمرار تجديد المعلومات. تجديد المعلومات مش هتيجي الا عن ازا كان الدورات اللي بيعملها الاتحادة الافريقية او يتعامل التجمعات للمدربين ينقشوا فيها التحديث اللي حصل في كرة القدر. اه. غير كده لازم يبقى يبقى اعداد مستمرة مش لازم دورة. بلك لازم مدربين ويبقى فيه مدربين كبار. هل دي بكيف المدرب المصري ولا من المسؤولين عن الكرة في مصر؟ شوف المسؤولين مهم جدا لتنظيم الجلسة دي. يعني الاعداد دي لازم تتنظر. اصلي فيه بعض الناس بتقول انت متحامل او على اتحاد الكرة. لا لا مش متحامل ده بالزبط انت حرك بتتكلم لصالح الكرة المصرية. لازم اتحاد الكرة يعمل المؤتمر يجتمع فيه المدربين. والمدربين زول خبرات اللي هما في الميدان بينقلوا المعلومات للمدربين اللي هما اه متواجدين بحيث ان يتم تجديد المعلومات لكل المدربين باستمرار. ايه اللي بينقص المدرب المصري? التجديد المعلومات. تجديد المعلومات. ايه. اه انت اللي اشتركوا في القناة